أكوهاي غانية طلعت على التظاهرات بيهن بسبب إحساس وطني وبهن لا أظهر يحني بسبب أنه الناس تحكي عليه بالفيسبوك ليش ما سويت أغنية أنت مو عراقي أنت مو يا التظاهرات فسو أغنية أغنية رحمة نازل آخذ حقي براي أنه هذه الحد الآن هي أكثر أغنية عبرت عن تظاهرات أولاً لأن هي بدت موضوع أغاني التظاهرات يعني حسب ما أعتقد وبنفس الوقت أنه هي تكلمت بنازل آخذ حقي اللي هو لليوم يعني واحد نهم الهاشتاغات للمتظاهرين نازل آخذ حقي شكراً لرحمة أبو التوك توك حسام الرسام يعني أغنية ذكية لأنه الناس هنا تغيرت نظرة على التوك توك قبل كان يتكلمون عليه اليوم لا جاي متحون بسبب مواقفة البطولية فهو حلوى استغل هذا التغير بس استغلال كلش طيب يعني فكانت أغنية ذكية كلش إحنا البيكيسي مايسكيت هاي يمكن أكثر غنية طاشة هالأيام لكن لما تسمحت حسن أنه لم أشتغلوها بأيام التظاهرات أحسن أنني لم أشتغليها قبل يعني لكن لما اشتغلوها صارت التظاهرات فقلقك يا بأها هي أصلاً غنية حماسية فنخلي عليها صور وفيديوهات للمتظاهرين واتمشي الشغل لكن لما تسمع كلماتها لا تحسن أشتغلوها بهذا الأيام يعني لا بيها مثلا التحرير التغيير الدخانية التوك توك يعني هاي الكلمات اللي هاي اليوم جاي نسمحها بهواي من اغاني التظاهرات اللي يشتغلوها بهاي الايام بالعكس اصلا بيها بي كيسي وشاجور يعني شايل لك السلمية وطاقها بالقال الى متى الكاظم الساهر اغنية حلوة لكن بصراحة مو بحجم كاظم الساهر وانا بحجم اغانية الوطنية اللي عوادنا عليها يعني بغداد جفة ضمائركم سلام عليك او قل لهم يا سندبات قل لهم يا ميكي ماوس سندبات قل لهم يا ميكي ماوس وسندبات وبابانو يعني بي سي ثري كلها بس ما عدري يتحس انه اشتغلها شو ما تكلمنا ببداية وناس اشتغلت لانه ناس ظلت تتكلم عليهم يعني فيقلك يعني خلنا نزل حلوة تسوي جو بعدك هواي اغنيات السيف نبيل اسراء الاصيل اصيل هميم هواي مغنيين الغنوب هاي الفترة كتبولي بالتعليقات من الاغنية اللي تشوفوها فعلا عبرت عن التظاهر والمتظاهرين ترجمة نانسي قنقر